اوكرانيا تركز على جبهة زابروجيا مؤخرا مع حدوث معارك وصفت بالشرسة على هذا المحور وزارة الدفاع الروسية قالت انها تصدت لمعظم الهجمات الاوكرانية هناك كما وعرضت مقاطع مصورة تظهر عدد كبير من الدبابات والمدرعات الاوكرانية التي دمرتها القوات الروسية حيث كانت في معظمها من دبابات يوبارد اثنان اضافة لبعض مدرعات برادلي الامريكية في المقابل قالت الاستخبارات البريطانية ان القوات الاوكرانية حققت تقدما وصفته بالمتفاوت بين جبهة واخرى فلماذا تركز القوات الاوكرانية على جبهة زابروجيا وما اهمية المنطقة استراتيجيا النقاش ينضم الينا من كييف الممثل العسكري السابق لاوكرانيا لدى حلف الناتو الكولينيل سيرجي سرابسكي اهلا بك سيد سرابسكي الى سكاي نيوز عربية لماذا التركيز على زابروجيا في هذه المرحلة من المواجهة في الواقع هو ليس تركيزا على منطقة واحدة وانما مناطق عدة وزابروجيا هي احدى الوجهات التي بدأ بها الهجوم المضاد وهذه المنطقة هي مهمة اكثر وخصوصا في الاتجاه الاستراتيجي لهذه العملية والقوات المسلحة تركز عليها تباعا وفي هذا الاتجاه القوات الاوكرانية تتحرك بمناسبات عديدة حققت بعض النجاحات وحررت بعض الارادي وكذلك بالتوجيهات من القيادة هناك عدد من الاتجاهات مثل سلكة وايضا مناطق اخرى وكذلك هناك تكتيكات تتبع في هذا الهجوم المضاد في الوقت الحالي ولذلك هذا الهجوم المضاد يتواصل ونتطلع الى تحقيق اهدافنا الاستراتيجية طبيعيا تكون هناك عدة محاور لكن نناقش معك سيد كونيل تحديدا منطقة زابروجيا ما همية استراتيجيا كمحوى الرئيسي في هذا التقدم نعم بالتأكيد اذا استحضرنا موقع زابروجيا فاننا سنجد موقعها الاستراتيجي واذا تمكنت القوات الاوكرانية من بسط السيطرة على زابروجيا وتصل الى ساحل بحر آزوف فانها ستصل الى الممر بين روسيا وشبه جزيرة القرم وستقطعه وبالتالي فانها ستقطع خطوط الامدادات بين روسيا وشبه جزيرة القرم وانجاز كهذا سيتيح لنا تحرير شبه جزيرة القرم في حيز زمني قصير لان القوات التي ستعلق في شبه جزيرة القرم لن تتمكن من القتال طويلا وذلك بسبب انعدام الامدادات اللوجيستية من روسيا وبالتالي سيكون هناك رفع للمعنويات في صفوف الاوكرانية وهذا ايضا سيمتد من جهة زابروجيا وخيرسون ولذلك من المهم جدا ان نحقق هذا الهدف والقوات الاوكرانية تركز جهودها على الاتجاه الجنوبي وارى انه هو الاهم لكن في الوقت نفسه يبدو ان القوات الاوكرانية تنجح طيب يعني من ضمن التطورات وبرزها هو اعلان الرئيس الاوكراني عن بدء الفعل للهجوم المضاد الذي طالما وعدت به اوكرانيا لكنه امتنع عن الافصاح عن اي معلومات اضافية بشأن الهجوم او الى اي مرحلة وصل اليه ما التغير الملحوظ حتى يمكن القول ان بالفعل هذا الهجوم المضاد قد بدأ في الواقع من المنظور الاستراتيجي علي القول ان الهجوم المضاد ويجب ان اعلق على هذا المصطلح هي عملية هجومية وليست هجوما مضادا وهي بدأت قبل السابع بمدفعيات وغارات على القوات الروسية في اتجاهات عديدة والان نحن في مرحلة جديدة من عمليتنا الهجومية وهي تقوم على نطاق اوسع وتركيز على اكثر من موقع في القوات الروسية وهذا سيتيح لنا ان نستمر ونتطور هذه العملية الهجومية وتركيز على الخطوط الامامية في الوقت الحالي الكل يمكن ان يلاحظ ان هناك تحركات اوكرانية وكذلك رئيس الاوكراني اعلن ان العملية قد بدأت لكن في الواقع هي بدأت قبل السابع البعض يرى الكولونيل جرابسكي ان ما يحدث الان هو تكتيك من قبل موسكو بان يتم استنزاف القوات الاوكرانية في هذه المواجهة بالنظر الى انها تعول كثيرا على التعداد البشري من القوات الروسية وبالتالي على المدى الطويل سيكون ذلك منهكا ويقلل من قدرة كييف في هذه المواجهة كيف تنظر لمثل هذا التحليل العسكري في الواقع انا اختلف مع هذا الطرح لان الروسي يستخدمون كل التكتيكات المرتبطة بالقرن الماضي وروسيا تواصل بسط سيطرتها على كل الاراضي التي احتلتها ولذلك تعين عليها ان تضع الكثير من الجنود في الخطوط الامامية هذا يعني انهم هم الذين يستنزفون قواتهم لانهم يلحون على بسط السيطرة على المواقع التي سيطروا عليها وهم ينشرون قواتهم على امتداد 1500 كيلومتر كذلك القوات الاوكرانية هي تأشن عملية دوارة لكن في الوقت نفسه لم نمارس التأثير الناري على القوات الروسية وليس هناك تكتيكات احتكاكية قد تتيح لنا استهداف القوات الروسية على مقربة دون تكبيد قواتنا خسائر نعم هذه العملية الهجومية تمضي قدما لكننا لا نركز فيها على انتجاه واحد في الوقت الحالي تكتيكو اوكرانيا يقوم على تحريك قواتنا من اتجاهات عديدة واستهداف مراكز دفاعية روسية والخطوط الدفاعية التي تحشدها حتى نمارس الالهاء وتشتيت الانتباه لدى الروس ونجعلهم يستخدمون احتياطاتهم بالمناسبة ليست كثيرة ويشتتونها ما بين مركز وموقع وآخر ولذلك فإن الروس لن يستنزف معداتنا لأننا في الواقع لم نبدأ العملية بشكل واسع نطاق وحاشد وبشكل كبير نحن نختبر القدرات الروسية في الدفاع حاليا وكيف سيدفعون عن المواقع التي يوجدون فيها حاليا وعندما نجد طغرة في خطوطهم الدفاعية سنكثف هجماتنا ونقطع اتصالاتهم ونحاول أن نشاتت امتدادهم وهكذا ستبدأ العملية بشكل دوار في سؤال الأخير إليك كورنيل جرابسكي ما يتعلق بالمفاعل النووي في زابروجيا عندما دمر السد تحدث خبراء في مجال الطاقة وأيضا وكالة الطاقة الذرية أن لا خطر من هذه المياه على هذه المحطة لكن ماذا عن هذه الجبهة الملتهبة الآن في زابروجيا بين روسيا وأوكرانيا على المفاعلات الطاقة النووية في هذا النطاق بالواقع لدينا وجود دائم لوكالة نووية في زابروجيا لكن الوضع ليس دائما تحت التحكم والسيطرة للأسف الشديد لأن روسيا كما ذكرتم دمرت السد وهذا تسبب في أدرار جسيمة للأوكرانيين ولكن كل تحركات العملية الهجومية يقوم فيها الجنود الأوكرانيون بالالتزام بقانون الاشتباك وهم لا يشنون أي هجمات على المراكز النووية فنحن لسنا مضترين لفعل ذلك في الوقت نفسه لا يمكن القول إن المنطقة تبقى آمنة وذلك لأن الروس أظهروا استعدادهم لتدمير أي شيء في أوكرانيا ولذلك لا يمكنني القول إن الروس سيواصلون ما فعله سابقا ولكن يجب أن نكون مستعدين لأي تطور وبنسبة لحادث نوي عارض في هذه المرحلة يبقى متدنيا سيرجي جرابسكي الكولينيل الممثل العسكري السابق لأوكرانيا لدى حلف الناتو كنت معنا من كييف شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر